السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ساعات بيجي لي الملف من الشركة العاملة الموديل اجي افتحه عندي بيحصل مشاكل. او بتجي لي رسالة غريبة. خلينا نعمل ملف جديد. اوكي. وهو حوالي سنترل. وبالكده نعرف سبب المشكلة دي. يا سبب المشكلة ان انت بتنقل شغل بتاعك من مكان لمكان. خلينا نرسم حاجة سريعة كده. تمام بس كده خلاص. طيب هاجي هنا واروح رايح لي الكلبريت. وقل له كلبريت. وقل له سيف للموديل دوت. هسيفه مثلا في الديسكتوب باسن بوشيكتو. سيف. وبعد كده بجي لي الرسالة ديت بيقول لي انت عايز تشغل بقى على النتورك ولا على بنتو تونستين. بنتو تونستين بيكون شاري حساب على بنتو تونستين ولازم يكون عندي النت قابل. وبتبقى مفيدة جدا لو انت شغال على اكتر من دولة. طيب انا اختر اختيار الاولاني وانا انا اشتغل كانتورك. تمام بس كده خلاص. انت لو جيت هنا هتلاقي الورك ستة اللي موجودة. طيب. فرض ان انا اقفقت الملف دوت. قلن اعمله سيف. لو الملف ده اتنقل من مكان لمكان. هتحصل مشكلة. هتحصل مشكلة ليه? لانه متخزن عنده ان الموجود في سي يوزر امر اس ديسكتوب ببروجيكتو. لو انا شلت الحاجات دي وحطيته اي مكان تاني. حطيته على الدي. او حطيته على بورتشا مسلا اسمه اكس من. او حطيته على اي حاجة خلاص. مش هيعرفيه الشغل. خلينا نعملها. اهوت فالت دوت. وهقول له اوبن. برويكتو دوت. كلنا هعمله ان انا هاخده كده قط. خلي بالك اللي متفعل معي. كريت نيو لوكل. ودتاتش فروم سنترل. اقدر اختار واحدة منهم بشكل اثنين. كريت نيو لوكل يبقى كده السنترل مزبوط. طيب لو انا عملت نيو فولدر. والنيو فولدر ده حطيت جواه الملف اللي اسم برويكتو. اي اللي حصل كريت نيو لوكل ضرب. يبقى اولا اي ملفات اجا افتحها لازم افتحها من اوبن افتح الريفت وقول له اوبن. ما ينفعش ادوس عليها مرتين. لان انا دوس عليها مرتين هستطح ما غير معرفة المشكلة. لو انا بفتح اي ملف لازم ابص عليه هل هو مدفعها كريت نيو لوكل ولا لا. طيب انا دوقتي الملفات دي جاتلي هناك هو كان عنده برتشر اسمه زد انا ما عندش زد. ما هو كان عنده اكس انا عنده واي. طب اي الحل? الحل ان انا ابدأ اضبط الملفات دي انها تشتغل على نفس المصور. هقول له الديتاتش دوت. هل انت عايز تحافز على الورك ست ولا عايز تلغي الورك ست? لو حافزت على الورك ست يبقى لازم هيسايف سنترال. لو تلغي الورك ست ان تسكارت ورك ست. نتاتش ان تسكارت ورك ست. كده الملف هيبقى ملف عادي خالص. واحد بس اللي اشتغل عليه ما افعلش اكتر من شخص. طيب انا عايز احتفز بي. وده الافضل. ليه? لان في بعض الناس بتعمل بعض شغل وبعض الزهار والإخفاءة من خلال الوركسيت. طيب تجي بقى بعد كده تشتغل عادي فيش امشك خلص. تجي بص هنا تلاقي ان الجديد الاونر الجديد اللي هو انت هو المالك. لو لو الملف كان جاي من هناك بش معمول له اا بش معمول له الريلينكوش في لازم لما خلص شغل وهو بعد شغل حتى عمله الريلينكوش. فلو انا عملت اللي هي الديتاتش ديت خلاص يبقى انا لكل حاجة. وتقدر تعلم عليهم وتقول له بس لازم تكون سيف طوالهم مرة حتى. ماشي. طيب. انا هقول له دلوقت تسيف. ولازم ادخل في الوبشن. وهتلادي متعلم عليها اوتماتيك. بس لازم تتأكد ان هو يعمل لك سنترات. لان لو انت بل اي سبب لاسباب ما علمتش عليها. تمام. خلاص. يبقى انت كده لما هتجي تسيف هتسيف على الملف اللي هناك. هنا عايزين نسيف على الملف الجديد اللي احنا نسيفه باسمنا. طيب. جانب اكب. خليها مثل ناشي. اوكي. ممكن بقى تيجي كده وتقول له ده بروجيك تو بس باسم الشركة اللي انت شغال فيها. الشركة الجديدة بحيسب معاك القديم ومعاك الجديد. هسمى مثلا ايه اكس. تمام. كده حصل ايه. كده عمل لي ملف تاني اقدر اسيف واقدر اعمل عليه شغل. طيب. سيف. تمام. كده لما تجي تشتغل. هيشتغل بدون امشك خرص. خليها نقفل. واقول اوبن. اقول اوبن. واختار الملف دوت. خلي بالك كده. كريت نيلوكل بشتغل معاين. الملف دوت. كريت نيلوكل بشتغل عادي وانت الانر كل حاجة. طيب لو انت متلحت الملف دوت. اول حاجة جاءت لك قال لك السنترال اختلف. كان ما فيه مصار معين انت غيرت المصار فده يعمل لك مشاكل كتير. تمام. ويقول لك هو السنترال خلي بالك في مشاكل. تمام. فلما تجي تشتغل هيجيب لك الرسالة دي. انت ملكش اي صراحية ان انت تتعدل في الموديل. ده سنتر الموديل. از آآ 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 اشتركوا في القناة